وفعلاً يعني الحياة ممكن تتعاش مرة واحدة مع شخص واحد ونضيعها مع شخص مش شبهنا حتى لو مقابلتش لشبهك وهتكمل مع حد مش شبهك أحسن مليون مرة من إنك تعيش حياة مش حياتك أو إن انت تعيش لوحدك فيه ناس بتقول كده أنا أعيش مع اللي قدامي وخلاص وأكمل ويفضل تعبني ويفضل إديني طاقة سلبية طول الوقت وإحنا إمتى بنكتشف إن الشخص اللي معنا ده مش هو اللي شبهنا الحقيقة فيه ناس كتير بتكتشف ده في الحياة وضغوط الحياة بتعدي بيها الأيام والسنين وفجأة يحس إن اللي معا ده مش شبهه وإن أنا مش هقدر أكمل معاه ساعات بيكبروا الولاد وساعات تلاقيهم في فرح الأولاد وساعات تلاقيهم لأ أنا لازم ألحى عيش حياتي أنا الشخص ده ما كانش مناسب لي طب إيه الحاجات اللي تبين إن الشخص ده شبهك ومناسبة هل لازم يبقى شبهك ولا وتطابك ولا ممكن نتوافق لا بوسي إحنا دايما بندور على التوافق مش التطابق عشان ربنا ما خلقش اتنين بني قدمين على سطح الكوكب شبه بعض حتى بصمة إذنى مش زي بعض كل واحد بفكر بطريقة بس في الحد الأدنى من الاختلاف اللي هو ما يعملش مشاكل يعني اللي هو ما يبقاش فيه فروق أو فجوات كتيرة قوي في المستوى الثقافي والأكاديمي والاجتماعي والمادي وإسلوب الحياة وطبيعة الحياة نفسها بيبقى فيه اختلافات فيه فجوات بس بسيطة نقدر نقرب المسافات بيننا فكرة إن إحنا ما نبقاش شبه بعض إحنا موجودين عشان نكمل بعض مش عشان نبقى نسخة تبقى الأصل من بعض لأن زي حاجة تجيب الزهق والملل الناس بقى اللي بتقولك ياهم لأ خليني عايش الواحد أحسن ولا خليني عايش الواحد أحسن هتحس بالكلمة دي لما تعيه في يوم من الأيام بعد شارع ناس كلها طبعا لما تكون نفسيتك تعبان ومحتاج حد ياخد بحسك أو ياخد بخطرك ولا يطبطب عليك ولا تفطبط معاه ولا يقولك حل المشكلة أنت وقعت فيها ولا ينولك كباية مياه لو تعبان هنا في الحالة دي هتفهم وتتأكد أنه قعدك لوحدك ما كانش هو ألطف حالة ممكن يقول بس في ما تالت يعني تقولي كده متشبهين أو متطبقين ممكن متنفرين تماما مش هينفعها بقى لما اتطبق هو فكرة أنه مش شبهي دي أصلا العنوان نفسه وانا مش مقتنع بيه مش مفق عليه مش شرط ليكون لا يعني في الصفات في الميول في الحاجات اللي بيحبوها يعملوها مع بعض أو 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 هو مش شرط أبدا هو بيحب كورة وانت ما بتحبيش كورة يعني الشبه المعناوي مش الشبه الرياضة والمشي وهو ما بيحبش قاعد على فكرة كل ده برضو ما يعملش مشاكل بين اتنين مرتبطين أو اتنين صحاب الشبه المعناوي يعني مثلا إيه أن الفكرة في الآخر نكون سعدة مع بعض أنا عايشة مع شخص لا شبهي متقبلك بالاختلاف وانت متقبلها بالاختلاف أيه لا شبهي في ميولي ولا شبهي في صفاتي ولا بينام في الأوقات اللي أنا بحب نم فيها ممكن على فكرة وبيحصل في الأول الخلافات هي الفكرة في الآخر يعني إيه مش شبهي يعني أنا لقيت نفسي بعد فترة من التحمل ومحاولة أن أنا أتأقلم مع الحياة ومع هذا الشخص ومع عيوبه ومع عيوبي وصفاته وصفاتي مش سعيدة عايشة حياة تعيسة هو ده المقصود أعتقد من البوست فأنا في الحالة دي بقول لا ما تعيشش تعيس في حالة لو أنت لأن مش كل ناس عندها رفاهية لانفصال في حالة لو أنت عندك هي بسمية رفاهية ليه لأن كتير من الأوقات رغم أنه الحل الوحيد اللي لازم يكون يعني يتحقق ويتنفس بس يكون فيه رفاهية كبيرة أو محتاج حد عنده هذه الرفاهية بس لو أنت عندك جزء من الرفاهية دي وانت أو أنت عايشين طعسة مش سعدة مش قادرين تدوا حاجات حلوة للي حواليكم واللي معاكم في البيت سواء الشخص ده أو بقية الأسرة لا لا امشوا امشوا لا شبهك ولا مش شبهك هي فكرة أنا تعيس ولا سعيد أنا متأقلم وقابل الشروة كلها على بعضها بعيوبها وبمويزاتها ولا أنا شايف أن في الآخر إيه اللي أنا في ده يا رب خرجني منها على خير ما هي بصي على الحياة ما هي حكاية سدين طويلة تبتدي تتكشف يعني قبل الجواز الواحد ما بيبقاش عارف اللي قدامه أكتر من 60% لأنه اللي 40% لفضلين بيجو بعد العشرة من سوكيات جوة البيت أو من الممارسة أو من المعاشرة جوة البيت لكن أنا بقول أنه فكرة أن البني قدم يعيش حياة كويسة وسعيدة دي مسألة بترجع لقررنا وهي مسألة رفاهية زي ما هي بقالت لأنه الحياة قصيرة مهما طالت فعيشها بسعادة عشان ما لهاش إعادة فكل واحد بقوا ظروفه أنا ما بقولش نصيحة لحد بس نحن ساعات بيبقى في البعد راحة راحة